بسم الله الرحمن الرحيم إلهي لا تؤذبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك لالذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك ولالذي أساء واجترى عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك ولولا أنت لم أدر ما أنت الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين يدعوني والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلا حين يستقرضني والحمد لله الذي أناديه كلما شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفيع فيقضي لي حاجتي الحمد لله الذي لا أدعو غيره ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي والحمد لله الذي لا أرجو غيره ولو رجوت غيره لأخنف رجائي والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني ولم يكلني إلى الناس فيهينوني والحمد لله الذي تحبب إليه وهو غني عني والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي فربي أحمد شيء عندي وأحق بحمدي اللهم إني أجد سبل المطالب إليك مشرعا ومناهل الرجاء لديك مترعا والاستعانة بفضلك لمن أملك مباحا وأبواب الدعاء إليك للصارخين مفتوحا وأعلم أنك للراجين بموضع إجابا وللملهوفين بمرصد إغاثا وأن في اللهف إلى جودك والرضى بقضائك عوضا من منع الباخلين ومن دوحتا عما في أيدي المستأثرين وأن الراحل إليك قريب المسافة وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك وقد قصدت إليك بطلبتي وتوجهت إليك بحاجتي وجعلت بك استغاثتي وبدعائك توسلي من غير استحقاق باستماعك مني ولا استيجاب لعفوك عني بل لثقتي بكرمك وسكوني إلى صدق وعدك ولجأي إلى الإيمان بتوحيدك ويقيني بمعرفتك مني أن لا رب لي غير وبوك ولا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك اللهم أنت القائل وقولك حق ووعدك صدق واسألوا الله من فضله إن الله كان بكم رحيما وليس من صفاتك يا سيدين أن تأمر بالسؤال وتمنع العطية وأنت المنان بالعطيات على أهل مملكتك والعائد عليهم بتحنن رأفتك إلهي ربيتني في نعمك وإحسانك صغيرا ونوهت باسمي كبيرا فيا من رباني في الدنيا بإحسانه وتفضله ونعمه وأشار لي في الآخرة إلى عفوه وكرمه معرفتي يا مولاي دليلي عليك وحبي لك شفيعي إليك وأنا واثق من دليلي بدلالتك وساكن من شفيعي إلى شفاعتك أدعوك يا سيدي بلسان قد أخرسه ذنب ربي أناجيك بقلب قد أوبقه جرمه أدعوك يا ربي راهبا راغبا راجيا خائفا إذا رأيت مولاي ذنوبي فزيعت وإذا رأيت كرمك طميعت فإن عفوت فخير راحي وإن عذبت فغير ظالم حجتي يا الله في جرأتي على مسألتك مع إتياني ما تكره وجودك وكرمك وعدتي في شدتي مع قلة حيائي رأفتك ورحمتك وقد رجوت ألا تخيب بين ذين وذين منيتي فحقق رجائي واسمع دعائي يا خير من دعاه داع وعفضل من رجاه راج عظم يا سيدي أملي وساء عملي فأعطني من عفوك بمقدار أملي ولا تآخذني بأسوأ عملي فإن كرمك يجل عن مجازات المذنبين وحلمك يكبر عن مكافات المقصرين وأنا يا سيدي عائذ بفضلك هارب منك إليك متنجز ما وعدت من الصفح عن من أحسن بك ظن وما أنا يا ربي وما خطري هبني بفضلك وتصدق علي بعفويك أي رب جللني بستريك واعف عن توبيخي بكرم وجيك فلو اطلع اليوم على ذنبي غير كما فعلت جللني بفضلك ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبت لا لأنك أهون الناظرين إلي وأخف المطلعين علي بل لأنك يا ربي خير الساترين وأحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين ستار العيوب غفار الذنوب علام الغيوب تستر الذنب بكرمك وتؤخر العقوبة بحلمك فلك الحمد على حلمك بعد علمك وعلى عفوك بعد قدرتك ويحملني ويجرئني على معصيتك حلمك عني ويدعوني إلى قلة الحياة سترك علي ويسرعني إلى التوثب على محارمك معرفتي بسعة رحمتك وعظيم عفوك يا حليم يا كريم يا حيوم يا قيوم يا غافر الذنب يا قابل التوب يا عظيم المال يا قديم الإحسان أين سجرك الجميل أين عفوك الجليل أين فرجك القريب أين غياثك السريع أين رحمتك الواسعة أين عطاياك الفاضلة أين مواهبك الهنيئة أين صنائعك السنية أين فضلك العظيم أين منك الجسيم أين إحسانك القديم أين كرمك يا كريم به وبمحمد وآل محمد فاستنقذني وبرحمتك فخلصني يا محسن يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضيل لست أتكل في النجاة من عقابك على أعمالنا بل بفضلك علينا لأنك أهل التقوى وأهل المغفرة تبدئ بالإحسان نعما وتعفو عن الذنب كرما فما ندري ما نشكر أجميل ما تنشر أم قبيح ما تستور أم عظيم ما أبليت وأوليت أم كثير ما منه نجيت وعافيت يا حبيب من تحبب إليك ويا قرة عين من لاذ بك وانقطع إليك أنت المحسن ونحن المسيئون فتجاوز يا رب عن قبيح ما عندنا بجميل ما عندك وأي جهل يا رب لا يسعه جودك أو أي زمان أطول من أناتك وما قدر أعمالنا في جنب نعمك وكيف نستكثر أعمالا نقابل بها كرماك بل كيف يضيق على المذنبين ما وزعهم من رحمتك يا واسع المغفرة يا باسط اليديني فوعزتك يا سيدي لو لو انتهرتني ما برحت من بابك ولا كففت عن تملقك لمن تهى إلي من المعرفة بجودك وكرمك وانت الفاعل لما تشاء من تشاء بما تشاء كيف تشاء وترحم من تشاء بما تشاء كيف تشاء لا تسأل عن فعلك ولا تنازع في ملكك ولا تشارك في أمرك ولا تضاد في حكمك ولا يعترض عليك أحد في تدبيرك لك الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين يا ربي هذا مقام ملاد بك واستجار بكرمك وألف إحسانك ونعمك وأنت الجواد الذي لا يضيق عفوك ولا ينقص فضلك ولا تقل رحمتك وقد توثقنا منك بالصفح القديم والفضل العظيم والرحمة الواسعة أفتراك سبحان أفتراك يا ربي تخلف ظنوننا أو تخيب آمالنا كلا يا كريم فليس هذا ظننا بك ولا هذا فيك طمعنا يا ربي إن لنا فيك أملا طويلة كثيرا إن لنا فيك رجاء عظيمة عصيناك ونحن نرجو أن تستر علينا ودعوناك ونحن نرجو أن تستجيب لنا رجاءنا فحقق رجاءنا مولانا فقد علمنا ما نستوجب بأعمالنا ولكن علمك فينا وعلمنا بأنك لا تصرفنا عنك حثنا على الرغبة إليك وإن كنا غير مستوجبين لرحمتك فأنت أهل أن تجود علينا وعلى المذنبين بفضل سعتك فمن علينا بما أنت أهل وجد علينا فإنا محتاجون إلى ليلك يا غفار بنورك اهتدينا وبفضلك استغنينا وبنعمتك أصبحنا وأمسينا ذنوبنا بين يديك نستغفرك اللهم منها ونتوب إليك تتحبب إلينا بالنعاب ونعارضك بالذروب خيرك إلينا ننازل وشرنا إليك صاعد ولم يزل ولا يزال ملك كريم يأتيك عنا بعمل قبيح فلا يمنعك ذلك من أن تحوطنا بنعمك وتتفضل علينا بآلائك فسبحانك ما أحلمك وأعظمك وأكرمك مبدئا ومعيدا تقدست أسماءك وجل ثناءك وكرم صنائعك وفعالك أنت إلهي أوسع فضلا وأعظم حلما أن تقايسني بفعلي وخطيئتي فالعاف العاف 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 سيدي سيدي اللهم اشغلنا بذكرك وأعذنا من سخطيك وأجرنا من عذابك وارزقنا من مواهبك وأنعم علينا من فضلك وارزقنا حج بيتك وزيارة قبر نبيك صلواتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك عليه وعلى أهل بيته إنك قريب مجيب وارزقنا عملا بطاعتك وتوفنا على ملتك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا ذكرنا وأنثانا صغيرنا وكبيرنا حرنا ومملكنا كذب العادلون بالله وظلوا ضلالا بعيدا وخسروا خسرانا مبينا اللهم صل على محمد وآل محمد واختم لي بخير واكفني ما أهمني من أمر دنياي وآخرتي ولا تسلط علي من لا يرحمني واجعل علي منك واقية باقيا ولا تسلبني صالح ما أنعمت به علي وارزقني من فضلك رزقا واسعا حلالا طيبا اللهم احرسني بحراستك واحفظني بحفظك واكلأني بكلاءتك وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام وزيارة قبر نبيك والأئمة عليهم السلام ولا تخلني يا ربي من تلك المشاهد الشريفة والمواقف الكريمة اللهم تب علي حتى لا أعصياك وألهمني الخير والعمل به وخشيتك بالليل والنهار ما أبقيتني يا رب العالمين اللهم إني كلما قلت قد تهيأت وتعبات وقمت للصلاة بين يديك وناجيتك ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت ما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي عرضت لي بلية أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك السيدي لعلك عن بابك طرتني وعن خدمتك نحيتني أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني أو لعلك رأيتني معرضا عنك فقليتني أو لعلك أو لعلك وجدتني في مقام الكاذبين فرفضتني أو لعلك رأيتني غير شاكر لنعمائك فحرمتني أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني أو لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك آيستني أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني أو لعلك لم تحب أن تسمع دعائي فباعدتني أو لعلك بجربي وجريرتي كافيتني أو لعلك بقلة حياء منك جازيتني فإن عفوت يا رب فطالما عفوت عن المذنبين قبليم لأن كرمك أي ربي يجل عن مكافات المقصرين وأنا عائد بفضلك هارب منك إليك متنجز ما وعدت من الصفح عم من أحسن بك ظنام إلهي أنت أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايسني بفعل بعملي أو أن تستزلني بخطيئتي وما أنا يا سيدي وما خطري هبني بفضلك سيدي وتصدق علي بعفوك وجللني بسترك وعفوك وعفو عن توبيخي بكرم وجهك سيدي أنا الصغير الذي ربيتك وأنا الجاهل الذي علمتك وأنا الضال الذي هديتك وأنا الوضيع الذي رفعتك وأنا الخائف الذي آمنتك والجائع الذي أشبعتك والعطشان الذي أرويتك والعار الذي كسوتك والفقير الذي أغنيتك والضعيف الذي قويتك والذليل الذي أعززتك والسقيم الذي شفيتك والسائل الذي أعطيتك والمذنب الذي سترتك والخاطئ الذي أقلتك وأنا القليل الذي كثرتك والمستضعف الذي نصرتك وأنا الطريد الذي آويتك أنا يا ربي الذي لم أستحك في الخلاق ولم أراقبك في الملاء أنا أنا صاحب الدواه العظمى أنا الذي على سيده اجترام أنا الذي عصيت جبار السماء أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشا أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى أنا الذي أمهلتني فما رعوايت وسترت علي فما استحيت وعملت بالمعاصي فتعدايت وأسقبتني من عينك فما بالايد فبحلمك أمهلتني وبسترك سترتني حتى كأنك أغفلتني ومن عقوبات المعاصي جنبتني حتى كأنك استحيتني إلهي لم أعصك حين عصيتك وأنا بربوبيتك جاحد ولا بأمرك مستخد ولا لعقوبتك متعرض ولا لوعيدك متهاول لكن خطيئة عرضت وسولت لنفسي وغلبني هواي وأعانني عليها شقوتي وغرني سترك المرخى علي وقد عصيتك وخالفتك بجهدي فالآن من عذابك من يستنقذني ومن أيدي الخصماء غدا من يخلصني وبحبل من أبتصل إن أنت قطعت حبلك عني فواسو أتاه على ما أحصى كتابك من عملي الذي لولا ما أرجو منك ربك وسعت رحمتك ونهيك إيايا عن القنوط لقنات عندما أتذكرها يا خير من رجى دعاه داء وأفضل من رجى هراج اللهم بدمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبحب النبي الأمي القرشي الهاشمي العربي التهامي المكي المدني أرجو الزلفة لديك فلا توحش استئناس إيماني ولا تجعل ثوابي ثواب من عبد سواك فإن قوما آمنوا بألسنتهم ليحقنوا به دماءهم فأدركوا ما أملوا وإنا آمنا بك بألسنتنا وقلوبنا لتعفو عنا فأدركنا ما أملنا وثبت رجاءك في صدورنا ولا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أمت الوهاب فوعزتك لو انتهرتني ما برحت من بابك ولا كففت عن تملقك لما ألهم قلبي من المعرفة بكرمك وسعة رحمتك إلى من يذهب العبد إلا إلى مولاه وإلى من يلتجء المخلوق إلا إلى خالقك إلهي لو قرنتني بالأصفاد ومنعتني سيبك من بين الأشهاد ودللت على فضائحي عيون العباد وأمرت بي إلى النار وحلت بيني وبين الأبرار ما قطعت رجائي منك وما صرفت تأميلي للعفو عنك ولا خرج حبك من قلبي أنا لا أنسى أياديك عندي وسترك علي في دار الدنيا سيدي أخرج حب الدنيا من قلبي واجمع بيني وبين المصطفى وآله خيرتك من خلقك وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وانقلني إلى درجة التوبة إليك وأعني بالبكاء على نفسي فقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري وقد نزلت منزلة الآيسين من خيري فمن يكون أسوأ حالا مني إن أنا نقلته على مثل حالي إلى قبري لم أمهده لرقدتي ولم أفرشه بالعمل الصالح لضجعتي وما لي لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون مصيري وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني وقد خفقت عند راسي أجنحة الموت فما لي لا أبكي أبكي لخروج نفسي أبكي لظلمتي قبري أبكي لضيقي لحدي أبكي لسؤالي منكر ونكير يا الله يا الله أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ذقلي على ظهرين أنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي إذ الخلائق في شاد غير شاد لكل مرء منهم يومئذ شأن يغني أبكي لحدي وجوه يومئذ مسفرا ضاحكة مستبشرا ووجوه يومئذ عليها غبرا ترهقها قترة وذلا سيدي عليك معولي ومعتمدي وتمديه ورجائي وتوكلي وبرحمتك تعلقي تصيب برحمتك من تشاء وتهدي بكرامتك من تحب فلك الحمد على ما نقيت من الشرك قلبي ولك الحمد على بسط لساني أفبلساني هذا الكان لأشكرك أم بغاية جهدي في عملي أرضيك وما قدر لساني يا ربي في جنب شكريك وما قدر عملي في جنب نعمك وإحسانك إلهي إن جودك بسط أملي وشكرك قبل عملي سيدي إليك رغبتي وإليك رهبتي وإليك دأميلي وقد ساقني إليك أملي وعليك يا واحدي عكفت همتي وفيما عندك انبسطت رغبتي ولك خالص رجائي وخوفي وبك أنست محبتي وإليك ألقيت بيدي وبحبل طاعتك مددت رهبتي يا مولاي بدكرك عاش قلبي وبمناجاتك بردت ألم الخوف عني فيا مؤملي فيا مولاي ويا مؤملي ويا منتهى سؤلي فرق بيني وبين ذنب المانعني من لزوم طاعتك فإنما أسألك لقديم الرجاء فيك وعظيم الطمع منك الذي أوجبته على نفسك من الرأفة والرحمة فالأمر لك وحدك لا شريك لك والخلق كلهم عيالك وفي قبضتك وكل شيء خاضع لك تباركت يا رب العالمين إلهي ارحمني إذا انقطعت حجتي وكل عن جوابك لساني وطاش عند سؤالك إيايا لبي فيا عظيم رجائي لا تخيبني إذا اشتدت فاقتي ولا تردني لجهلي ولا تمنعني لقلة صبري أعطني لفقري وارحمني لضعفي سيدي عليك معتمدي ومعولي ورجائي وتوكلي وبرحمتك تعلقي وبفنائك أحط رحلي وبجودك أقصد طلبتي وبكرمك أيراد استفتح دعائي ولديك أرجو فاقتي وبغناك أجبر عيلتي وتحت ظل عفوك قيامي وإلى جودك وكرمك أرفع بصري وإلى معروفك أديم نظري فلا تحرقني بالنار وأنت موضع أملي ولا تسكني الهاوية فإنك قرة عيني يا سيدي لا تكذب ظني بإحسانك ومعروفك فإنك ثقتي ولا تحرمني ثوابك فإنك العارف بفقري إلهي إن كان قدنا أجلي ولم يقربني منك عملي فقد جعلت الاعتراف فإليك بذنبي وسائل علني إلهي إن عفوت فمن أولى منك بالعاف وإن عذبت فمن أعدل منك في الحكم أرحم في هذه الدنيا غربتي وعند الموت كربتي وفي القبر وحدتي وفي اللحدي وحشتي وإذا نشرت للحساب بين يديك ذل موقفين واغفر لي ما خفي على الآدمين من عملي وأدم لي ما به سترتني وارحمني سريعا على الفراش تقلبني أيدي أحبتي وتفضل علي ممدودا على المغتسلي يقلبني صالح جيرتي وتحنن علي محمولا قد تناول الأقرباء أطراف جنازتي وجد علي من قولا قد نزلت بك وحيدا في حفرتي وارحم في ذلك البيت الجديد غربتي حتى لا أستأنس بغيرك يا سيدي إن وكلتني إلى نفسي هلقت سيدي فبمن أستغيث إن لم تقلني عثرتي فإلى من أفزع إن فقدت عنايتك في ضجعتي وإلى من ألتجئ إن لم تنفس كربتي سيدي من لي ومن يرحمني إن لم ترحمني وفضل من أؤمن إن عدمت فضلك يوم فاقتهم وإلى من الفرار من الذنوب إذا انقضى أجلهم سيدي لا تعذبني وأنا أرجوك إلهي حقك رجائي وآمن خوفي فإن كثرة ذنوبي لا أرجو فيها إلا عفوك سيدي أنا أسألك ما لا أستحق وأنت أهل التقوى وأهل المغفرة فاغفر لي وألبسني من نظرك ثوبا يغطي علي التبعات وتغفرها لي ولا أطالب بها إنك ذو من قديم وصفح عظيم وتجاوز كريم إلهي أنت الذي تفيض سيبك على من لا يسألك وعلى الجاحدين بربوبيتك فكيف سيدي بمن سألك وأيقن أن الخلق لك والأمر إليك تباركت وتعاليت يا رب العالمين سيدي عبدك ببابك أقامته الخصاصة بين يديك يقرع باب إحسانك بدعائه فلا تعرض بوجهك الكريم عني واقبل مني ما أقول فقد دعوت بهذا الدعاء وأنا وأرجو أن لا تردني معرفة مني برأفتك ورحمتك إلهي أنت الذي لا يحفيك سائل ولا ينقصك نائل أنت كما تقول وفوق ما نقول اللهم إني أسألك صبرا جميلا وفرجا قريبا وقولا صادقا وأجرا عظيما أسألك يا رب من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم أسألك اللهم من خير ما سألك منه عبادك الصالحون يا خير من سئل وأجود من أعطى أعطني سؤلي في نفسي وأهلي ووالدي وولدي وأهل حزانتي وإخواني فيك وأرغد عيشي وأظهر مروتي وأصلح جميع أحوالي واجعلني ممن أطلت عمره وحسنت عملا وأتممت عليه نعمتك ورضيت عن وأحييته حياة طيبة في أدوم السرور وأسبغ الكرام وأتم العيش إنك تفعل ما تشاء ولا تفعل ما يشاء غيرك اللهم خصني منك بخاصة ذكرئك ولا تجعل شيئا مما أتقرب به في آناء الليل وأطراف النهار رياءا ولا سمعة ولا أشرا ولا بطرا واجعلني لك من الخاشعين اللهم أعطني السعة في الرزق والأمن في الوطن وقرة العين في الأهل والمال والولاد والمقام في نعمك عندي والصحة في الجسم والقوة في البدان والسلامة في الدين واستعملني بطاعتك وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وآله أبداً ما استعمرتني واجعلني من أوفر عبادك عندك نصيبا في كل خير من كل خير أنزلته وتنزله في شهر رمضان في ليلة القاد وما أنت منزله في كل سنة من رحمة تنشرها وعافية تلبسها وبلية تدفعها وحسنات تتقبلها وسيئات تتجاوز عنها وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام وارزقني رزقاً واسعاً من فضلك الواسع واصرف عني يا سيدي الأسواء واقضي عني الدين والظلامات حتى لا أتأذى بشيء منه وخذ عني بأسماعي وأبصار أعدائي وحسادي والباغين علي وانصرني عليهم وأقر عيني وفرح قلبي واجعل لي من همي وكربي فرجاً ومخرجاً واجعل من أرادني بسوء من جميع خلقك تحت قدمي وكفني شر الشيطان وشر السلطان وسيئات عملي وطهرني من الذنوب كلها وأجرني من النار بعفوك وأدخلني الجنة برحمتك وزوجني من الحور العين بفضك وألحقني بأوليائك الصالحين محمد وآله الأبرار الطيبين الطاهرين الأخيار صلواتك عليهم وعلى أجسادهم وأرواحهم ورحمة الله وبركاته إلهي وسيدي وعزتك وجلالك لإن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بعفوك ولإن طالبتني بلؤمي لأطالبنك بكرمك ولإن أدخلتني النار لأخبرن أهل النار بحبي لك إلهي وسيدي إن كنت لا تغفر إلا لأوليائك وأهل طاعتك فإلى من يفزع المذنبون وإن كنت لا تكرم إلا أهل الوفاء بك فبمن يستغيث المسيئون إلهي إن أدخلتني النار ففي ذلك سرور نبيك وإن أدخلتني النار ففي ذلك سرور عدوك وإن أدخلتني الجنة ففي ذلك سرور نبيك وأنا والله أعلم أن سرور نبيك أحب إليك من سرور عدوك اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وفرقا منك وشوقا إليك يا ذا الجلال والإكرام حبب إلي لقاءك وأحبب لقائي واجعل لي في لقائك الراحة والفرج والكرامة اللهم ألحقني بصالح من مضى واجعلني من صالح من بقي وخذ بي سبيل الصالحين وأعني على نفسي بما تعين به الصالحين على أنفسهم واختم عملي بأحسنه واجعل ثوابي منه الجنة برحمتك وأعني على صالح ما أعطيتني وثبتني يا ربي ولا تردني في سوء استنقذتني منه يا رب العالمين اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك أحيني ما أحييتني علي وتوفني إذا توفيتني علي وابعثني إذا بعثتني علي وأبرئ قلبي من الرياء والشك والسمعة في دينك حتى يكون عملي خالصا لك اللهم أعطني بصيرة في دينك وفهما في حكمك وفقها في علمك وكفلين من رحمتك وورعا يحجزني عن معاصيك وبيض وجهي بنورك واجعل رغبتي فيما عندك وتوفني في سبيلك وعلى ملة رسولك صلى الله عليه وآله اللهم إني أعوذ بك من الكسل والفشل والهم والجبن والبخل والغفلة والقسوة والمسكنة والفقر والفاق وكل بلية والفواحش ما ظهر منها وما بطن وأعوذ بك من نفس لا تقنع وبطن لا يشبع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع وعمل لا ينفع وأعوذ بك يا ربي على نفسي وديني ومالي وعلى جميع ما رزقتني من الشيطان الرجيم إنك أنت السميع العليم اللهم إنه لا يجيرني منك أحد ولا أجد من دونك ملتحدا فلا تجعل نفسي في شيء من عذابك ولا تردني بهلكة ولا تردني بعذاب أليم اللهم تقبل مني وأعلي ذكري وارفع درجتي وحط وزري ولا تذكرني بخطيئتي واجعل ثواب مجلسي وثواب منطقي وثواب دعائي رضاك والجنة وأعطني يا ربي جميع ما سألتك وزدني من فضلك إني إليك راغب يا رب العالمين اللهم إنك أنزلت في كتابك أن نعفو عن من ظلمنا وقد ظلمنا أنفسنا فاعفو عنا فإنك أولى بذلك منا وأمرتنا ألا نرد سائلا عن أبوابنا وقد جئتك سائلا فلا تردني إلا بقضاء حاجتي وأمرتنا وأمرتنا بالإحسان إلى ما ملكت أيماننا جميعا ونحن ورقاءك فأعتق رقابنا من النار يا مفزعي عند كربتي ويا غوثي عند شدتي إليك فزعت وبك استغفت ولذت لا ألوذ بسواك ولا أطلب الفرج إلا منك فأغثني وفرج عني يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل مني اليسير وأعفو عني الكثير إنك أنت الرحيم الغفور اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي وردني من العيش بما قسمت لي يا أرحم الراحمين أعلم أعلم